شاهدين الكرام أصدر الله ومساكم بكل خير أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم اليومي النهار ترندينك خبر تشجيل أول حالة فيروس كورونا بالجزائر نزلت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وزير الصحة والسكان فور تأكيده تشجيل حالة مؤكدة بهذا الفيروس في الجزائر هذه الحالة تعود لرعية إيطالي وصل إلى الجزائر قادما من إيطاليا يوم السابع عشر من فيفري الماضي مثلما قلت الخبر نزلت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الجزائرين على السوش الميديا بكثرة كذلك رفقوا ذلك بطرق الوقاية من فيروس كورونا وكذلك أعراض هذا الفيروس نستمع إلى وزير الصحة لحظة إعلانه عن تشجيل أول حالة مؤكدة بهذا الفيروس كمال فرار مدير الوقاية بوزارة الصحة أكد أن الوزارة ووزارة الصحة كانت تتوقع تشجيل حالة إصابة بهذا الفيروس فيها الجزائر لكن الأمر لا يستدعي الخوف أو القلق أو حتى استدعاء أو استعمال الكمامات فلنستمع كانت جتنا معلومة يوم يوم 22 اللي فيه رعيتان إيطاليتان عندهم أعراض أعراض الكورونا التي تشبه لأعراض الأنفلونزا الموسمية ولهذا في كل عجالة طلبنا من الطبيب عزلهم الإثنين في مكان آمن باش من يكونوا مرتبطين مع عمال آخرين وهم عمال إيطاليين رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لحظت فقط بعد تأكيد وزير الصحة لهذه الحالة المسجلة المؤكدة لرعي إيطالي قال في تغييد له لقد أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر بعد تشجيل حالة إصابة لرعي أجنبي بفيروس كورونا وضعت تحت الحجز التام كما أدعوكم إلى انخراط في حملة تحسيسية كبرى من خلال كافة وسائط التواصل لحماية الصحة العامة وقال اللهم أحمي وطننا ومواطنين إلى تعليقاتكم مشاهدين أحد هذه التعليقات يقول فيه محمد ربي يستربرك لازم إخضاع دقم الطائرة والمسافرين إلى التحاليل والحجر الصحي وتأجيل رحلات الدولية مؤقتا تعليق آخر نسأل الله العافية والسلامة لنا ولسائر بلاد المسلمين يا رب تعليق آخر لعبد العالي يقول فيه من المحتمل أن المرض انتقل إلى كافة الطائرة يعني لازم يحجز كامل المسافرين لجو في هذا الظول في هذه الرحلة هو رية تقول في هذا التعليق نسأل الله العفو والعافية ربي دير الخير مشكل مراش في الرعية الإيطالية راه في ركاب الطائرة وكل من لهم اتصال بهم ربي يستر تعليق آخر فاطمة تقول فيه اللهم نسألك العفو والعافية ربي شفيه ويعافيت أحدث عن الرعية الذي تم تأكيد الحالة وكذلك اللهم ارفع عن هذا البلاء وسائر بلاد المسلمين تعليقات كثيرة مشاهدين حول هذا الموضوع طبعا رغم وقع هذا الموضوع إلا أن الحس الفكاهي للجزائريين رافق إعلان وصول كورونا إلى الجزائر مثلما نلاحظ في هذا تعليق مع كورونا ما تزوروكم ما تزورونا تعليق آخر لفضيلة قوفيت سما نموتوا بفيروس شنوي ماشي فيروس أوريجينال تعليق آخر ليزيد يقول فيه راهو كان واحد يقطع كورونا في الحميز بالعاصمة ما تخافوش تعليقات كثيرة غدوة الماسكي ولي دير ميتين ألف للحبة شعبي انعرفو طبعا هذه تعليقات كثيرة مشاهدين ربما مزجت بين الفكاهة وكذلك الجدية في هولى هذا الخبر إذن مشاهدين كان هذا ما لدينا في عدد النهار ترندينج لنهار اليوم شكر لكم عطيب المتابعة والسلام عليكم